الحقيقة انا اريد اروح بسرعة لبعض القضايا اللي بتهم المصريين. طبعا انتم عارفين ان في ازمة في مصر دلوقتي تسمعها ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار الدواجن الدواجن والبيض. قالك ان كرتونة البيض وصلت خمسة وخمسين جنيه. تخيل كده خمسة وخمسين جنيه. كرتونة البيض يعني البيضة دخلها في اتنين جنيه. تجيب تلات بيضات تفطر بيهم الصبح بستة سبعة جنيه. طب ايه الموضوع يعني? يعني ايه القصة دي هتوصل لحد فين? وارتفاع الاسعار ده هم مش مش في الفين وستاشر في شهر نوفمبر الفين وستاشر يا من حالي خمس سنين قالوا ان يا جماعة احنا احنا عاوم الجنيه عشان الاقتصاد يعيش المصريين في اقتصاد وفي رخاء وفي نعيم طب اين الرخاء واين الاقتصاد واين النعيم? يا راجل ده عمر اديب عمر اديب ما عجبهوش ان كارتونة البيض وصلت من اسبوع مثلا ل 52 و 53 جنيه وكان ليه فيديو شهير وهو بيتكلم عن البيض وعن اسعاره الجنونية وطبع انت لما عمر اديب بيتكلم اكيد هو صادق يعني 52 53 الكلام له من اسبوع. الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الصراع طلع وقال ان الوزارة قامت عمل التنسيق مع اتحاد منتج الدواجن عشان تقليل الحلقات الوصيلة وتوفير المنتجات للمستهلك من خلال اكتر من 400 منفذ خاص بوزارة الزراع طب لما لما يجي الاستاذ الدكتور محمد القرش يقولك انا حعمل منافس من خلال وزارة الزراع طب المنافس دي او من خلال وزارة الزراع والتموين يعني حقيق بالتنسيق مع بعض والمنافس دي منافس يعني طبعا حكومية وكمان منفذ وطنية يبقى التموين والزراعة وطنية كلهم مشتركين مع بعض طب لما يعمل ده ينرجع نقول والله البيضة هتبقى بجنيه مثلا ولا حاجة فييجي يقولك ده من شأنه ان يؤدي الى انخفاض الاسعار خلال الايام المقبلة وبقال ان سعر البيض في منافس وزارة الزراعة هيكون اقل من خمسين جنيه يا سلام عملت ايه يعني عمر قديم من اسبوع كان بيتكلم في اتنين وخمسين ومش عاكمه فانت بقت الكارتونة باتنين بقت الكارتونة اقل من خمسين جنيه هتبقى كام يعني تسعة واربعين ومص سؤال بسأله على الدكتور محمد الارش سمعه هو يخدم المنتج ويخليه استمر في عملية الامتاج وبالتالي يكون فيه اتاحة وزارة حجم المعروض بشكل مستمر بالنسبة للمستهلك وده يعمل عملية التزان في السوق وطبعا ده يوفر السلع عدام المواطن بساعة مناسب وبساعة مقبول دايما لدى المواطن المصري طبعا مع الظروف والمتغيرات الموجودة احنا تم التنسيق مع البورس السلعية وان شاء الله يتم ابراد بيض المائدة والدواجن ضمن البورس السلعية وده تدي سعر استكشافي وسعر يعني عادل بالنسبة لكل الترافين مبني على اليات العرض والطلب الحقية دون تدخل من الفناصرة او الحلقات الوسيطة وهي كمان يدي فرصة ان المواطن يقدر ياخد الاسعار المثالية وطبعا في هذا الاثار كمان تم التنسيق مع التحاد من تجي الدواجن وطبعا مع المنافذ الكبرى الموجودة ومنتشرة بتغطي كل ربوع الوصن بحيث ان احنا نحط او نعمل زيادة في حجم المعروض وهي باسعار تكون اسعار متقولة اكيد ده هيقضي الى حالة من حالات الانخفاض المتكررة في الاسعار بشكل اتباعي فان شاء الله يعني خلال ايام هيكون موجود حجم ووفرة في المنافذ التابعة للوزارة التاموين او منافذ امان او منافذ وطنية او حتى منافذ ورسل الزراعة وان شاء الله يا باسعار مقبول باذن الله ابن الزر الماضي اللي هو يخدم المنتج والخليط ادي كمان كلام الدكتور محمد القرش وادي كلام وتمعنا قابليه كلام عمر قديم والمصريين اكيد عندهم كلام مهم يعني المصريين كمان عندهم كلام يعني ازاي بين يوم وليلة اسعار كرتونة البيت توصل ل 52 و 53 و دلوقتي 55 والراجل المتحد باسم وزارة الزراعة قال حنزلها ان شاء الله في منافذ وزارة الزراعة وزارة التاموين ومنافذ وطنية هتبقى بقى اقل من 50 بكام يعني والمواطن يجيب من اين ولما تقول ان ده بانت البيت طب بقيت البنود المواطن حيامل فيها ايه ده عنده بنود تانية كتير بقى طب طب يعني هو البيت ب 52 ومالفراخ بكام الدواجن بكام الطيور بكام طب لو رخنا للحوم اللحوم بكام طب لو رخنا للمؤسسات خلينا نقول مثلا الفواتير فطورة القهرباء بكام وفطورة الميا بكام وفطورة الغاز بكام ولا الانبوبة بكام اللي ما عندهوش غاز مصر هتفضل كده لحد امتى يعني ارتفاع الاسعار الجنوني ده اللي بيحصل ده طب هو استغلال تجار طب فين الرقابة وفين المسؤولين عن السلع والاسعار الاسعار بتغلى يا جماعة بشكل جنوني الاسعار بتغلى بشكل غير عادي الاسعار بتغلى بشكل غير طبيعي لما تكلمني عن كارتونة البيض فتقول لي بخمسين ولا بخمسة وخمسين خليني اقول لك كلام عمر اديب ليه يا جماعة ليه ليه الكارتونة كده وليه بهذا الشكل وليه بنصل لهذه المرحلة العجيبة وتلاقي المواطن مش عارف يعمل ايه مش عارف استضف ازاي المواطن لا حولة له ولا قوة وما باليد حيلة بقى تعبان من كل الاتجاهات ومن كل النواحي والكلام ده مش للفقراء وبس يعني الكلام ده مش لللي صورهم فيلم ريش وبس لا ده الكلام ده كل القطاعات في مصر بتعاني واصدق كلام زي ما قلنا هو كلام عمر اديب اللي انا عايز اسمع فيديو عمر اديب تاني يا شباب عايز اسمع فيديو عمر اديب عشان تعرف ان لما عمر اديب بيقول يبقى اكيد يبقى اكيد صح ولما يقول ليه باثنين وخمسين او بثلاثة وخمسين يبقى لازم نجاوب ونعرف ليه سمعوا ليه كارتونة البيض النهاردة تجاب اتنين وخمسين وثلاثة وخمسين جنيه واحنا داخلين المدارس ده هو الواحد بيعايز يدي لابنه ولا بنته بيضة الصبح في سندوتش او نقللهم بالطين ولا بتاعه في حاجة غلط يعني فيه شيء اه كتير وبعدين مشايلين ايه التجار اصلاح نخسرنا ادي عمر اديب يتكلم ومن قبله اه الدكتور محمد القرش ومتحدث باسم وزارة الزراعة وقال ان الايام اللي جاية ان شاء الله هنعمل منافذ والكرتونة هتبقى بخمسين او اقل من خمسين شوية ده كلام نخباء والاعلمين خلنا نسمع كلام الشعب ينضم الينا عبر الهاتف احد اصحاب مزارع الدواجن اه من مصر الاستاذ محمود محمد استاذ محمود ايه اللي حاصل في موضوع الدواجن واشمعنا دلوقتي البيض والدواجن والاسعار العالية بهذا الشكل الجنوني زي ما بيقول مرحبا استاذ نادر اخبار حضرتك ايه واخبار مشاهدي اهلا اهلا استاذ محمود لماذا استاذ محمود لو تقفل التلفزيون او توطي التلفزيون شوية تسمعنا من التليفون بعد اذنك انا سمعك من التليفون فعلا طيب اه استاذ محمود اه اسعار البيض والدواجن هذا الارتفاع الجنوني ايه سببه اهلا استاذ نادر الاسباب بالنسبة للبيض خروج المنفجين من السوق السنين اللي فاتت يعني البيض كان واصل في عدد 22 جنيه للكارتونة ووصل 20 جنيه للكارتونة وبالتالي كتير جدا من المفتاح انخرجوا برد بالنسبة لي موجودين عدد الليل جدا ما يتعداش حواري 40% بالظبط من التفاقة الانتاجية للشغيع لكبرد استفاع حين ايه ده طبيعي في الحالة دي طب انتو اشتكيتوا مثلا اصله هو بعض المسئولين وبعض الكلام اللي بيتقال ان اصحاب المزارع هم اللي بيغلوا هم اللي بيغلوا السعر واحنا حنحارب هذا الجشع وجشع التجار وجشع المربين ترد تقول ايه يعني فعلا هل انتو السبب عندوكو ولا السبب من سياسات الحكومة يعني ما هو السبب بس يا سيد نادر اول حاجة هي التجرار بتساهم بعشرين في المية من السوق من السعر اضافة التجار ما ما تخصش المربيين تانيا المربي عمره ما تدخل في السعر يعني احنا كان منتجين للدواجل مثلا احنا ما منتدخلش في السعر احنا السعر بجنين نهاربين بيا بعشرة لكن مثلا هؤلين هم اللي بيتحكموا في السعر يعني كان ايه اللي جبرهم ابلي كده يبيعوا على عشرين مثلا تم وعشرين ده خسران وخسرها فالحة جدا واللي موجود دلوقتي في السوق اخره يدوب ويغطي بعدين انت بتكلمني على فترة محددة دلوقتي هو اللي سعر البط في هكذا لكن انت سعر البيض بيتحسب على مدار سنة ونص كاملة على مدار الدورة كاملة دورة الدواجل وصل دلوقتي فقط 6 واربعين جنيه وقبل كده كان 22 جنيه وهيوصل لثلاثين ويعالم ممكن يزيل او ممكن يقل فكده كده المنتج ملوش اي علاقة في تحديد السعر احنا المشكلة الاساسية بالنسبة للدواجل عندنا في مصر ان السعر بيخضع بالنسبة لنا للعرض والطلب ودي مش مشكلة ان هو بيخضع للعرض والطلب بقدر ان هو ما اتحققت لناش فروط العرض والطلب يعني من المبالي الاساسية في قانون العرض والطلب ان للمنتج لسلعة الحق في رفض السعر ما كانش هيجز معاه يعني انا دلوقتي مثلا قلت لكل الفراغ بخلط عشر جنيه من حق المفترض ان انا اقول لك لا دي آلية ما يملقهاش ابدا المربي يعني احنا دي مش في ايدينا احنا السعر ان كان بخمستعشر ان كان بثلاثين احنا خلاص لنا عمر معين مستاذ محمود توقعاتكم للاسعار للايام القادمة والله هي دي كانت من من الحاجات اللي ما كانش حد يتوقفها نهائي ان الاسعار تستفع في الفترة دي لان الطبيعي انه مع دخول المدارس بتيبقى تأقل السعر للدواجن وللبيت في مصر بيكون في فترة دخول المدارس يعني السنة جاي دلوقتي مثلا من السنة بالضبط كان السعر سبعتاشر جنيه السعر دلوقتي في الدواجن مثلا تسعة وعشرين جنيه كانت البيت برضو ارخص من كده بكتير فدي حاجة غريبة جدا اللي حصل معنا السنة دي فلو ده الطبيعي هو ده اللي يمشي عليه الارتفاع مستمر السنين اللي جاية مش الثنين اللي جاية الايام اللي جاية الارتفاع المستمر سيكون طب والتجار لان احنا عادر اشد اسعار بتكون في شهر ثلاثة واربعة والتجار والشعب ممكن يعني يكون هل يمرض فعل هل حيعدي الموضوع هل ممكن تنزل اسعار بعد كده ممكن يكون ايه نزول اسعار ما اعتقدش والله يا سيد نادر ان يكون فيه نزول الاسعر في الاسعار ما دي حاجة من المستبع ده وسانيا المدخلات للعلم اه غلو السعر في المنتج النهاي ده مش مكسب جدا مش مكسب قوي يعني بالنسبة للمنتجين زي ما الناس مسخيلة ده بالعكس ده انت عندك المدخلات انت تعرف سعر الكادكوت عمر يوم بكام النهاردة سعر الكادكوت عمر يوم باربعتاشر خمسناشر جنيه سعر الكادكوت عمر يوم يعني انت بتكلم في ده ثمان نصف كيلو فراخ هو ده لوحده بدون بقى ما يأكل اي حاجة بدون اي مصاريف لسه هتقعد خمسة وتلاتين يوم تصرف عليه وفي النهاية انت بتتكلم في سعر الكادكوت في الاصل اصلا ده ثمان نصف كيلو فراخ لوحده يعني ده كان سعر مثلا طبيعي برضه في الكاتاكيت فهي كده كده المدخلات للعلم غالية جدا بالنسبة للمنتجين وبالتالي السعر النهائي اللي هو كونه مثلا تسعة وعشرين في الدواجن او ستة واربعين في البيض مش مجزي بالقرية اللي الناس نتخيلها برضه لكن هو فيه فرق للأسف سعر حوالي عشر ميل كرتون في البيض وده من الامانة بصراحة مبالغ جدا كان طول عمره حياة طول حياة ما نسمع فرق السعر مثلا اثنين جنيه عن البرفة يعني احنا مثلا نتبيع بثلاثين بيصل للمستهلك اثنين وتلاتين تلاتة وثلاثين لكن نبقى نبيع بثلاثة واربعين ويصل للمستهلك بقى خمسة وخمسين جنيه دي بصراحة حاجة كانت غريبة خالص يعني ربنا يكون فعونكو يا أستاذ للأسف الشريد أشكرك جدا أستاذ محمود محمد صاحب إحدى مزارع الدواجن شكرا جزيلا محمد